إذن فتحت تأجيل الحكومة الفصل في باكالوريا 2016 بعض فضائح تسريبات الباب أمام الفرضيات والاحتمالات التي يستشرفها شركاء قطاع التربية من نقبات وأولياء التلاميذ مشاهدين للحديث حول هذا الملف التربوي الهام أسعد في هذه الصبيحة بأن أرحب الأمين العام للإتحادية الوطنية لعمال التربية سيد فرحات شعبخ أهلا بك صباح وكسعي شكرا لستدفع شكرا العفو وأيضا أرحب الأمين العام لنقبة الوطنية لعمال التربية سيد عبد الكريم بوجناح أهلا بك شكرا صباح الخير شكرا إذن بداية اليوم ننتظر فصل الحكومة في القرار النهائي حول مصير باكالوريا ماي 2016 كل المؤشرات تتجه نحو إعادة جزئية لامتحانات الباكالوريا سيد فرحات شعبخ شكرا أولا ممكن بمناسبة من يوم شهر رمضان معظم أتمنى لكل الشعب الززائي لرمضان كريم ولكل أمار إسلامية وخاصة عمال كتاع التربية الوطنية حقيقة أظن بعد اللقاءات تقريبا تلت اللقاءات مع وزير التربية الوطنية حول النظر لحل هذه المعضلة تقريبا إلى حد الآن من أغلب النقابات موجودة في القطاع قد اقترحنا على أساس على الأقل مينموم وهو إعادة المواضع المتسربة وننتظر من الحكومة عن طريق الوزير الأول لإعلان الرسمي في الحقيقة إلى آخر زيادة لذلك ممكن لاحظنا عدة سؤولات ما هي المواد التي يتم إعادة لآخره فهي ننتظر المصالح المعنية وهي مصالح الدارك ومصالح الشرطة اللي حقه لحقيقة بالدليل القطع ما هي المواد لذلك وخاصة ممكن نلاحظ بأن تقريبا المواضيع مست بالدرجة الأولى شعبة العلوم التجربية اللي ممكن اليوم سيعلن عنها للوزير الأول وغدا إن شاء الله يوم الأثنين سنتقي مع وزارة التربية لإعداد برنامج الامتحانات التوقي كذا ونبشر معنا التلاميذ فقط حبيت ممكن بالدرجة الأولى نحن حبينا نكلمه الآن ابناءنا التلاميذ لأن التلاميذ الممثلين تعالى الأساتذة الأساتذة التربويين لرهم موجودين مع وزارة التربية في التنسيق دائم يقول لكم ستكون إن شاء الله في أقرب وقت ممكن لماذا أقرب وقت ممكن لكي نسمح للتلاميذ يبقوا مراجعين لو مثلا ممكن أخروها كذلك إلى مدة طويلة ممكن كذلك ممكن يصوروا ديكونسنتري ابناءنا التلاميذ زيادة على ذلك ابناءنا في الصحراء كذلك نفكروا عليهم لأن كل يوم اللي زيد كل يوم يزيد الحرارة وما تكونش ممكن تكافؤ الفرص هذه تقريبا بصيفة عامة الشيء المتفقين عليه إن شاء الله ننتظر اليوم الوزير الأول ممكن في الكلمة ممكن في إطار التولاتية مع الاتحاد العامة من الزيريين والباترونة والحكومة ننتظر باش كذلك نطمنوا ابناءنا التلاميذ أنا نظن كل إجراءات اللي قمنا بها وهي دائما في صالح ابناءنا التلاميذ فعلا سيد عبدالك سيد عبدالك سيد عبدالك فرحات شبخ سيد عبدالك مجنع ماذا عن موقف نقابتكم لم نسمع عن موقفكم الكثير لحب أنك توضحنا موقف النقابة شكرا من برك الله فيك أولين قبل كل شيء نحن على أبواب شهر رمضان كريم نتمنى للشعب الجزائي والأمة الإسلامية نتمنى لهم رمضان كريم إن شاء الله إن شاء الله وإن شاء الله يصوموا بالصحة والعافية إن شاء الله شكرا وفي الحقيقة نحن كنقابة نحن قلنا كلمتنا ورح نزيدهم قولها مرة أخرى نحن بالنسبة لتسير بالمواضيع نحن أولين نقول هذه الظاهرة هذه الضربة موجعة لقطاع الطربية وللشعب الجزائري ككل نحن كنتكلموا على تسير بالمواضيع ونقولها ونعود نقولها أن تسير بالمواضيع هو ليس الغش لأن ليس التنميد الذي نغشه هو تسير بالمواضيع عندما تنميد يلقى موضوع ما رحش يقولك ما نحلوش أي إن كان فينا كي رح يجتاز امتحان مهما كان مستوى الامتحان حتى في الدكتورة أو كي جيبي له موضوع تعمتحان ما يقولك ما نقرهش رح يقره وهذا ذنب ليس ذنب التنميد ونحن اليوم اللي رح يتعاقب هو التنميد لماذا؟ لأن شفنا باللي بعض الزملاء يقول لك باللي رح نديرو نعودو باكالورية جزئية هذه مهزلة باكالورية جزئية الباكالورية جزئية هذه أول مرة أسمعت به هنا هي باكالورية رح تمسدقيتها لأنها تقريب 90% تحتى المواضيع خرجت ما بقعاش موضوع تقريب 90% خاصة في شعب العلوم نحن كي يقول لك مادة العربية والتربية الإسلامية ما خرجت يكون يقول ما خرجت لبعض الولايات صرحوا النبل اللي خلق كان عندهم ليسيجي تعل باك سيونس اللغة العربية والتربية الإسلامية لأن في اليوم الأول التنميد ما كانواش على بنام بلين يسيجي خرجوا ولهذا إحنا إذا كان باش نعطوه مصداقية لهذا الباكالورية نعطوه لها مصداقية إحنا نقول إعادة الباكالورية وراني شوف سمعتنا بعض التصريحات غريبة يقول لك يقول لك أولا يقول لك ما دا بينا نعودوا في الباكالورية في المضان هذا يقول لك تلميذ 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 قدمت زيدي لهم الوقت يزيدوا راجعه أحسن ونحن نتمنى أن نروحوا في الباكالورية بداية سبتمبر ولماذا لا وكاننا دمنا تجربة هذه اخترافة في دورتين ورحنا السبتم تلميذ يزيدوا يتكلموا وكان يقول لك يا شيخ حنا اللي خدم ما لقاش ما خدمش ولي ما لقاش 4 عام طال وواحد جاء نغش يقول لك يجيب معدل خير مني فلاذا جاءت باكالوريا الجزئية من أجل إحداث تكافؤ الفرص سيد عبي كلم لا أنا كنت نشوف تكافؤ الفرص أنا نسمع تكافؤ الفرص ومستقية الباكالوريا أنا نشوف نزيد كل هذا الكلام هذا ما نفهم تكافؤ الفرص عندما نخلوا الباكالوريا نعطونا إعادة نظر في البر تكافؤ الفرص عليش يقولوا تكافؤ الفرص ورا تكافؤ الفرص نعطو الباكالوريا نعود لها كليا وتكافؤ الفرص نمد نفس كما نحنا كنا نقدرنا تكلمنا كلام كبير على جرى باش الباكالوريا لا تكونش في رمضان فإذا به نحنا نروحوا لرمضان وخاصة نشوفوا أصحاب الجنوب بخمسين درجة ولا بخمسة واربعين درجة ورمضان ونحن كنا في المراكز عن الانتحان وشفنا تراميد في مكان شرمضان وشفنا كي باش يطيحوا وكي يدوخوا وكي نظن في رمضان يتكون أكثر أنا نقول لك يقول لي أنا يا تكافؤ الورس ماذا يخطي بتكافؤ الفورس تكافؤ الفورس وكي تعطي له باكالور يتعاود له من بداية إلى النهاية وتحطه في نفس نفس الوضعية مع واحد يرى وزميله في الجنوب في أقصى الجنوب وتعطي له نفس الإمكانيات وزيادة على هذا كما تقول نحن تكافؤ الفورس والباكالورياء باش تكون عندها مزاقية لازم تكون باكالورياء تبدأ من مدى الأولى إلى المدى الأخيرة ندعوش نديرهم نجيبوا نص باكالورياء ونقولهم هذه الباكالورياء باش نعطوا لها مزاقية هذا خطأ سيد فرحات شابخ مالي كانت يقول خصوصا بالنسبة لتكافؤ الفورس لماذا تم الاتفاق على شهر الجوان لماذا ليس شهر سبتمبر في الحقيقة هو لأنه واحد يجب أن يكون عايش معه في الميدان أحسن باش يقدر يعرف الآن التلاميذ اللي راه دار استطراع مع التلاميذ تلاميذ اللي راه مقلقين واختي يكملوا معناها نظرا لتسربة هذه اللي خرجت تقلقوا التلاميذ هذه واحدة ثانيا مجموعة كبيرة من التلاميذ يخدموا في هذه المواضيع قال لك أنا ما دي بي ما نعودش نخدم تمليه علش نعود لماذا نعيد كل الباكالورياء أظن وعدت بلدان في الخارج اللي تسربوا المواضيع عودوا تلك المواضيع فقط هذه واحدة ثانيا في شهر سبتمبر شهر سبتمبر راح يكون الدخول الاجتماعي معناها الآن التقريب راح يبقى واحد الشهر نهار ندار الدورة الثانية هي الجزء لجزء من التلاميذ وليس لكل التلاميذ معناها فيما يخص سبتمبر الدخول الاجتماعي الدخول المدرسي مثلا تقريب نقولي شهر باش يتأخر وكذلك وزارة التربية الوطنية مربوطة مع التعليم العالي الآن راه عدد لا يستهن به من التلاميذ اللي راه من نجحه معناها كيف تحضير دروس إلى آخره راح يقولي تقريبا على مستوى قطاع التربية يقولي تقريبا تتخلط الأمور أظن لماذا في شهر جوان وليس شهر جوبيليا كان كذلك قالك في شهر رمضان لازم نعرف بالسنة المقبلة شهادة تعليم وتوزراتكم في رمضان شهادة الباكراتكم في رمضان كان جزء أخر يقولك أجلنا وزير التربية تفادات شهر رمضان لازم تفادات شهر رمضان لماذا؟ لأن هذه السنة كانت سنة مستقرة وكملوا كل برامج لو ما كملوش برامج كانت قريبا الباكرات تبقى في شهر رمضان لذلك أحسن مجموعة كبيرة من التلاميذ رامي تابعوا الفيسبوك رامي يقولك حنا ماذا بنا الموضة يتسربت ثانيا مجموعة كبيرة من التلاميذ قالك حنا ما نقبلوش واحد بالغش يدي 16 وروح يدير 100 سن أو رح يدير كما يقولوا بلغش قالك لا لذلك لذلك في طار تكاف وفورص معناها كل التلاميذ يعودوا الباكالوريا فيما يخص نفس المواد نفس المواد اللي تسربوا في الموادين المواد ما يلي تسربوا في الموادين حنا ما نقدرش نقولوا خرجوا كل كلام هذا كله كلام زيد أنا نظر كي المصالح مختصة تقريبا في الإجرام فيما يخص الكلم كيما يقولوا هذا إلكترونيكي لأخيري وهي ممكن مصالح الشرطة ومصالح الدرك الوطني هي اللي راح أتحدد ما هي حقيقة بالدليل المواد لماذا نتحدد الوقت وقت خرج الموضوع لذلك أنا في رأيي الآن مبقاش نبكيوا على الأطلال نديروا ما نديروا أنا في رأيي الآن يلارنا تربويين حقيقة لازم تكون كلمة كما يقولوا تحسيسية لأبلعنا التنميد نقولوا محضروا فوسكم كل شيء راح يتعود راح يكون في صالحكم إن شاء الله وتكون الظروف مهيئة لاستقبالكم علما بأن ليس كل الشعب اللي راح تمس يعني أعطينا قربما على الشعب العليا متابقين عليها العلوم التجربية وكي نأظن مادتين مشتركة مع بختل الشعوب وهي الفرنسية والاجتماعية أنا نظن نحن كممتين عمار الأدب يعني ما هي شعوب الأدبية المعنية قريبا ما تمشي الأدب الأدب واللغات نظن ما تمشي لذلك ننتظروا من أحسن بشي ما تقعدوا تفلسفوه أنا الآن قادر نهضر واش نحن بقول خرجوا كل مواضع نخليه لماذا؟ إذا نحن مربين حقيقة لازم تكون كلمة طربوية الأمور اللي كان نختلفوا عليها ويخليون بعد حاجة فقط اللي ركزنا عليها كشورة كاجتماعي كنا حضرين قلنا من الضروري لازم يبانوا من أين خرجوا هذا المواضع وشكون كي ما قال بجاحن وفقوا في هذا شي التلميذ هو الضحية لهذا المجرمين اللي تقريبا الهدف تحقوا في الحقيقة وهو سلام معيني بيليو بين كنا لو كان يخرج الموضوع بكري في الاختبارات يسمعوا الموضوع بسكات بسكات ما يسمع الآن اللي يخرج على أكبر نطاق وزيد على نشوفه في العباج اللي يخرج منها باك دمي سيز أنا نشوفه وديا بشي راي يكتب راي تحدى تحدى في التربية تحدى في الدولة إلى آخيره معناها هذه تقريبا عصابة إجراء اللي يحبوا يخلطوا تقرب لابناء نتالمين أنا فقط نبقى دايما تربوي قبل ما نكون نقابي نقول يا ابناء تالمين حضروا نفسكم في أقرب وقت ممكن إن شاء الله ننتظروا فقط الإشارة الخضراء من الوزير الأول لها وغدا إن شاء الله مباشرة سيتم تحديد تقريبا المواد المعنية بالاختبار سيتم تحديد جدول الاختبارات وإن شاء الله سنكون معكم ونساندكم ونستقبلكم ببشاشة وبفرح إن شاء الله هذا أنا نظن الآن الدور ولكن من الدولة الجزائرية لازم تكشفنا هذي المتسببين اللي يحبوا يخلطوا بنا أنا تلميذ وهي يعني ثانية وقعت يعني بعد أحداث دين وتعيني عندها ظروف يعني خاصة لكن هذه ثانية مرة نلجؤ إلى إعادة البكالورية سيد عبدالكريم بوجنح يعني لماذا لا تحاولون يعني أن تتماشون من على الوضع لأن هذا الوضع لم يكن في الحسبان فهو وقع مثل الساعقة مثل المفاجأة على قطاع التربية نحن بالله العظيم نسمع الأخ فرحات يقول لك لازم يكون راجل الميدان وعلى بالله بل أنا راجل الميدان وأنا كنت كذلك أنا بل ممكن للوحيد ديراني في الميدان أقرار تسيمة وأنت معايا في الميدان ولكن أنا خدمت كامشف دي سانتر ويقول لك نحن معلى بالناش من المواضع لأخرج أنا كنت نحل نحل الأخر التراميض يعطوني له السيجي قبل ما نحله يعطيك السيجي قبل ما نحله وما تقدرش تقول بالله هذه السيجي ما خرج ولي هذا وزيد كي يخرج ولو يمكن ما دونهم بدون ونوزعونهم يدوقع يعيطوا اسمها وفرحانين ولهذا ممكن هو معلى بالوش بالله أغلبية التلميذ أنا نقوله كذلك ورانا نشوفه عبر الفيسبوك وعبر التلميذ اللي تتلقى بهم ولي كانوا معنا في الإستقرام يقول ماذا بنا تعاودون البقالوري هذه لأنا رجاءة معلى بالي ورني عايش ميدان كل واحد وشي شوف لا تخصنا على بالوش معلش كل واحد يشوف حراكي مستد حراكي مستد مربي أبقى في الطارة ضمن تربية أعطي الكلمة الكلمة النصيحة لأبناء التلميذ ما زيش تخلق ما زيش تخلطوا احنا من أحسن من أحسن تكون نصيحة لأبناء التلميذ السراعات الأخرى خليوا على المشيح دوك ما ديبناش تكيات نتقول لك تخلطوا احنا مناش نخلطوا احنا كونترار هذا المشكل صراع لو كان نجينا نخلطوا ما نقعد وش نجيبش اللي هنا نخلطوا كان منابر أخرى وننخلطوا احنا رانا تكلموا الحقائق انا تأسفت البارح انا لكل حال انا ما حضرتش احنا كان قابل نقابل واحدة اللي ما حضرتش في الاجتماع تعليق البارح قاطعنا الاجتماع لأننا احنا نعرف باللي الأمور كما هذه تفوت الوزارة هي تروح من صلاحية رئيس المحضر احنا نتمنى انت ضد الكرسي الشعر ما خلالش احنا نتمنى ولا لا احضر ما نقدش نحضر في مكان في هذا المحضر هذا ليقصي تلاميذ لتأخره بدقيقة انا والله العظيم اليوم راني متأسف من خاصة من جمعية توليات تكون رئيس مركز تكون رئيس مركز انا مقصد حتى واحد ابدا نقصي انا ابدا نقصي تلميذ مستحيل انا ضد اقصى التلاميذ مدى عن تأخرات ببعنى كنت رئيس مركز امتحانش حتى كانت تأخرات لتعلم ترشي حيني كان يقدم المركز كانت تلميذ نظامي وسبع مئة وثين تقريب المترش حر كانت تقصي 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 1000 تلميذ 1000 تلميذ عدد لا يستهن به وعن مدد تأخرات مثلا في المركز اللي كنت مسؤول عليها السيد عبدالك احنا مركز كانت الامر تمشي عادية مكشفي مستجدوش تأخرات بدقاء يقضي أنا كان ملاحظين وكانوا يشوفو ومام لو كانت تأخر تلميذ انا نتحمل مسؤولية وندخلوا يالو بدقيقة ولا بسوش انا ممكنش نتحمل مسؤوليتي نتحمل مسؤوليتي وندخل تلميذ يالو بدقيقة ولا بسوش ولا حتى بدل دقيقة لأن المواضيع كانت هو المشكل وراه المواضيع تخرج كانت براه والتلميذ يتعطل وراه المشكل تاعه هؤلناس عندها قاعد يسيجي وجاء وخدموا بهم قال لش هالتلميذ نقصها لأنه يلاحب هذا يسمع هو عنده الموضوع يجي به لذلك المواضيع خرجت والتلميذ نقصها هنا باش الناس اللي لازم يتعاقبوا ما تعاقبوش عاقبوا التلاميذ اللي ما لازمش يتعاقبوا العقبة ما لك في التلاميذ العقبة في اللي يغشوا اللي يخرجوا اللي يتسربوا المواضيع اللي تحملوا المسؤولية تحد الإكزام هذا طبق أنا ننتسأل البارح نسمع في ممثلين أولياء التلاميذ أنا ما نقول ممثلين أولياء تلاميذ أنا نقول هاتل الناس هادوا لا يمثلون التلاميذ أولياء تلاميذ يمثلون أنفسهم يقول الله غالب يدوك دلال يتسمى القرار أخذ من طرفهم وفي الاجتماعات باليهادراني خلاص قد وعليوم ودبحوهم وكأنه خلاص ما عندهم بشي الحق ياهل طارع تلميذ يتأخر نحطم له حياته أو تلميذ نحطم له حياته هذا من غير المعقول هذه راه بصمة عار في قطاع التربية سيبوزينا ما شي دول أساس راك عند خويص صول 800.000 تلميذ ونهضر على ألف نهضر على 800 ونحلوا المشكل ونحلوا المشكل ولكن ما نقعتك في أقصى الجنوب تعتيمهم نهضر عليه رغم أننا أولياء تلميذ نحن نبقى دايما طربويين مثل الأساتي أولياء تلميذ لا يمثلون إلا أنفسهم أولياء تلميذ هذا يجب أن يسمعهم جمعية ضد أولياء تلميذ لأنه يخرج جمعية أولياء تلميذ ويقول الله غالب ما قدرنا ندره للمواله لو كان جيتنا من هذه الجمعيات أستقيل ما تتعجب زملاء أكرمه ما تتعجب زملاء أكرمه تم انتخابهم في مؤتمر دافع لهم أنا لأنهم زملائي ورامعي في الميدان ورامعي ندافع لهم لأن تم انتخابه في مؤتمر عين سوف نبقى في الأمور طربة ويكون أحسن بكك لا ما نتعنوش في بعض الناس يا ع position ما أنت تعنوش في الناس على كل حال bringing out لأنها تكون جزئية وتكون كلية الأمر لا يهمنش في هذا الموضوع نحن يهمنه في التلاميذ لازم يعود يوليه يسمحوا لهم يعود يوليه خدمتوا بطالب سيد عبدالكين بوجناح نحن نسقا مع بوجناح الرأي التعقوه ما قدمهش لا يقول لك حدب زلزة اللولة الزلزة اللولة توما قطع نحن دمنا نداء عبر قناتكم وعبر عدة قنوات قلنا باللي نطلبه من رئيس الحكومة ونحن على بوب شهر رمضان ربي ربي ويغفر للعباده ونطمنى أنه يسمح لهذا التلاميذ بإعادة الدخول لاجتياز امتحال باكالوري لتحمل هات التلاميذ رهم أبرياء تلاميذ عندهم 16 معدل رهم من أخيرة التلاميذ اللي جبتهم الجزائر رهم عندهم 16 معدل أكسيهم هو الأمر ربطة تعدل لذلك لأن الباكالوريا جزئية فليس كل مواد سيوعد فيها الامتحان باكالوريا كان تلاميذ تأخذه في اليوم الثاني من حقهم يعودوا لأن هو كيفش نحن اللي لازم نعاقبه ما تعاقبوش ونعاقبوا التلاميذ هذا غير ممكن أنا نقول ونتكلم ورحش نسكت هذا نقولها نسميها بالحق لأن هات التلاميذ حقروهم فهذا الحالة لا بد تكون نقابتكم بيكون عندها دور فعل سيد عبد الكريم بوجلاح من خلال تقدم بطالة برسمه للوزارة بالمعنية أيضا بالقطاع والشورة كهدروا على الموضوع هذا في اللقاءات مع الوزارة التربية تناولنا تقريبا مطولا موضوع التلاميذ المتأخرين وزارة تربية الأرهد الإحصائيات لأن كيف مواد إحصائية في حالة ما يغيب إلى غاب في مدى وممكن نحن نحملهم المسؤولية هذه الناس اللي كانوا يتفاوضون إلي من أطوار أما البقية وزارة تربية الأرهد لا لذلك أنا قلت الكرة هو غايل مع لبلوش المعطيات كل مع لبلوش مع لبلوش كان أولياء التلاميذ وكل النقابة وطرخوا المشكل أعطوه التلاميذ المتأخرين قالوا لكم مش لاسم ما شيء واحد يكان غايت في الخاروات نحضروا مباشرة مع المسؤولة الأولى تعالقية وزارة تربية الوطنية أين طرحنا وكل مع ترى إحصائية اللزمة نشوفوا في حالة ما إذا يمكن استرجاع بعض التلاميذ اللي ممكن مدى روش كل تلاميذ يرجعوه كل تلاميذ ترجعوه معناها الآن إحنا رح نكالنا قابل رح نرجعوه جمعية خلي أولياء التلاميذ دفعوا الأسد دفعوا المصدقية عن باكالوريا أعطي الاقتراحات فارون ديلا لا معنش حتى تقول لأنا كلمة لهم لا 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 كان لديهم أحنا نقول أحنا لدينا مثل أحنا لدينا غير على الولاد هذه التلاميذ لازم يقول لو كان لو كان انت وليدك وانت عندك وليدك عقب باكال وكان رح روطار ووقفوه كنت اليوم تقلب الدنيا كنت اليوم راك منها انت يوم انت اليوم راح تغضر هذا المكان أنا نأخذ لحليات كنراني معلم لا وما نسمحش أنت الميدي يجي أخذ كما نسمحش نفسي يجي هذو من يقصوا الناس وحد فيه منت يكون رئيس مركز وما أخذون فيه دخله هل واحد بالوزراء من الوزراء قال لك مات لدينا المتوخ خكة واللزوز ما تخليش هذا هو ليس لب الموضوع وكيف نحط المصداقية كيف تكون تكافئة هذا هو الأساس ما نقعدوش نحطه نقطة بسيطة نقطة بسيطة نقطة بسيطة سيد عدتين بوجنا سيد قرحات شبخة شبخ من فضلكم الآن نحن أمام يعني واقعة كيف الآن نتفادى ما وقع في مايه 2016 يعني ما هي الإجراءات التي لابد أن تكون أكثر صرامة وأكثر إحكام مما سبق في الحقيقة نحن دمنا اقتراحات إلى وزير التربية الوطنية بما يخص هذا قلنا الآن حقيقة اتفقنا بصفة عامة وننتظر هل ما هي المواد هل قدر اليوم لوزير الأول ممكن سعب الكريم على بلوش قدر اليوم وزير الأول عن طريق الحكومة عن المعطيات اللي عنده قدر يعاود الباك كله قدرنا نحن معلبة الناس القرار الرسمي ما عنده بشكل أمور واضحة نتظر اليوم بحول الله معلبة الناس إلى القرار الرسمي لأن الحكومة رهي موليمة بالأشياء عن طريق المصالح كما قال سعب الكريم ممكن عنده معطيات كما قال ممكن كل الأسئلة خرجت إلا شابوا كل الأسئلة ما رح يعاودوا كل الباكالوري في كل أمور واضحة لذلك ننتظر القرار بش نديره هذا هو الأساس ما هي الضمانات بش كين عاودوا هذا الامتيحان على الباكالوري المواد المتسربة لأن المشكلة كله في المواد المتسربة كي بش يكون ما هي الضمانات هذا هو الشيء لقدرنا حنا قدرنا اقتراح كنا في مكان كل ممكن هذا المواضع تنقل عن طريق طائرات وعن طريق تديها وتحطها في المراكز بعض الحيان يعطيوا المراكز قبل بنها كيف بعض الحيان يمدون على الربعة الخمسة صباح ثلاثة صباح يديهم كنا وليما لا وليما لا نستعمل مباشرة كيما يقول الأبوات كيما يقول ايميل تكل رئيس المركز عشر دقايق قبل الامتيحة الرسله عن طريق الأبوات ايميل معناها لأن الريزوغراف قادر يطبع 150 صفحة في الدقيقة نطبعه ونتفادى ومعناها يقول لي شخصيا تقريبا ليرسل وهو الدول ورئيس المركز مباشرة معناها واشنوا هذه لازم تكون مجهودات معتبرة من طرف وزارة الاتصال وعفوا وزارة البريد والاتصال باش على الأقل يكون كل مركز لازم يكون فيه الانترنت وأنا نظن إلى حد الآن أغلبها ما عادة ممكن بعض المراكز في الجنوب لذلك يجب يستعمل ضبراتهم لكاتجي ولا لطرواجي ولا أي شيء على الأقل باش يقدروا يستقبلوا ويديروها أنا نظن وهذه المستقبلا لنظن أحسن طريقة لازم لي كيم يقولوا حاربنا بالتكنولوجيا لازم احنا كذلك رد الفعل عن طريق تكنولوجيا وإحنا عادة لسيرون دائما يجي من المرض هذا الطريقة لنشفى في علم الخيال أنا نقول للبارح يقولك لازم نحب سؤلهم من الانترنت باشي ما يغشوش اللي يقولك تفتحوهم من الانترنت بار بواطة يميل أنت يلمون لا احنا لحد الآن ما زال في العاصمة الانترنت ما تمشيش ويقولك نبعدك بار يميل طرحي ما يلحقش السيجي هم قادر يسخر يسخروا الإمكانيات الدولة قادرة وعندها الإمكان بس احنا نشوف احنا تعرف الأمور هذه تبقى تبقى موطرة كلام ما يتبقى شيئا احنا نقدر نعبدو البكالوريا كعادي نقدر نعبدو البكالوريا عادي وكي تكون الناس في المساوى لتسي البكالوريا ما رحش يكون تسريبات لأن ممكن البكالوريا يدوكم على البناش ما يخرج ممكن تخرج موديلية التربية احدى موديلية التربية ممكن تخرج من المركز قضية في التحقيق وهي قضية في التحقيق اليوم ما نتهموش حتى واحد احنا البكالوريا هذه على كل حال نقوله نعاود احنا نتبرقو اذا كانت بكالوريا جزئية نتبرقو لأنها رح تضرب اصدقية البكالوريا في الصميم وانا نتمنى نتمنى من الوزير الاول او رئيس الجمهورية انقاذ هذا التلاميذ لدينا جاءه متأخيرا لأن هذا التلاميذ أنا كما نقول لك ممكن ما عندهمش امكانيات لأننا نتكلموش على العاصمة فقط نتكلمو على التلاميذ اللي يجيون 60 كم 70 كم يتنقلوا عن طريق السيارات او عن طريق الشحينات باش يلحقوا للمؤسسات تحوم ممكن يتعطلوا بدقيقة ودقيقة وحنا يعطوني برك الاطارات تاعنا كلهم اللي يجيون في الوقت لعمل هما يجيون دائما يجيون هما روطار ما يتعاقبوش وتنمية تعاقبوش تضيع الوحيات على جلدقة قضية هذه رهيلي الدراسة من طرف الأولى عن القطاع وأيضا الحكومة ستأخذ كل هذه الانشغالات بعين الاحتبار سيد عبدالكين بجنح الأمين العام نقابة الوطنية لعمال التربية شكرا جزيلا لك وأيضا الشكر موصول الأمين العام للإتحادية الوطنية لعمال التربية سيد فرحاد شابخ ونتمنى إن شاء الله إيجاد مخرج